البروفيسور مصطفى فهيم المسؤول عن المنصة الجينومية بالمركز الوطني للبحث العلمي بروفيسور مساء الخير مراتنا خير خير إذن بروفيسور فهيم من أصل 6,681 حالة نشيطة وصل لعدد الحالات الخطيرة أو الحارجة الجديدة لـ 33 حالة في 24 ساعة الأخيرة يعني شنو كي يعني ميوستو هذا ولي كي يعني أنه 130 حالة في المجموع واش هذا مؤشر الخطورة دي لهذا المرض؟ فعلا باش نقيصه يعني خطورة تطور الوباء فهناك مجموعة من المؤشرات فالعداد الحالات المجابة إلى آخرين هذا ليس مؤشر يدل على الخطورة بينما يعني الولوج أقصام الإنعاش والعناية المركزة هذا هو المؤشر الحقيقي لخطورة تطور الوباء فعندما يكون هذا التصاعد في عدد المصابين فبالتالي سيوافيه يعني ارتفاع في عدد الناس الذين سيلجون إلى المستشفيات وإلى العناية المركزة وإلى الإنعاش ففعلا هذا ندير وخطر يعني الآن فقط في بداية الموجة نتاع أوميكرو وبدأ العدد يتضاع فهذا ندير وخطر نعم إذن بروفيسور بعد أسابيع من استقرار المؤشرات الوبائية في بلدنا رجعت كتشجل أعداد كبيرة من الإصابات شنو يقرأتكم من الوضعية الوبائية في بلدنا خاصة مع ظهور المتحور أوميكرو فعلا انتقلنا من ذلك المرحلة نتاع الاستقرار الوبائي إلى مرحلة تصاعدية وهذه المرحلة التصاعدية تزامنت مع وجود الأوميكرو المعطيات العالمية تبين بأنه سريع الانتشار وقليل الخطورة أو من قلوش قليل خطورة أقل خطورة من الدلتا فهو عنده الخطورة التي تتجلى في الضغط على المنظومة الصحية بكثرة الإصابات ففعلا هذا الارتفاع الآن المهول في العالم بأسره اليوم نسجل أكثر من مليون حالة في العالم هذا ينسب إلى سرعة انتشار هذا المتحور الجديد نظرا للقدرات التي اكتسبها عبر التطور وعبر الضفارات نعم إذن بروفيسور فايم عمالين نحن في بداية موجة وبائية جديدة تعلمنا الكثير من الموجتين السابقتين واش ممكن؟ تقربنا من طبيعة المتغيرات المنحنة الوبائية واشنو؟ أبرز السيناريوهات المحتملة نعم بالنسبة للتغير الكبير بالمقارنة مع الموجات الإسبقات فكانت الموجة أنتع دلتا اللي هو أقل سرعة في الانتشار من الأوميكرون لكنه أكثر خطورة فكان عدد الوفايات جد مرتفع الآن الخصوصية أنتع هذا المنحنة أو المتحور الجديد أنه عنده خصوصيتين اكتسب سرعة الانتشار واكتسب أيضا سرعة تفادي المناعة وهذا هو الذي يعني يؤشر على أنه يجب متابعته بكل حسم وننتقل من مرحلة التحسيس يعني للتدابير الاحترازية إلى مرحلة فرض التدابير الاحترازية للمحافظة على المكتسبات عميدا بروفيسور علميا نواش متحور أوميكرون كشف عن أسراره أو بصيغة أخرى شنو كنعرفه على هذا المتحور؟ بالنسبة للمتحور كما قلنا هي مجموعة من التفارات تلك التفارات تشمل البروتين سبايك اللي الآن أصبح الناس يعرفون في ذلك الشكل الخارجي هذا البروتين سبايك هو اللي اعطاه هذه القدرات القدرة الأولى هي سرعة الالتساق على المستقبلات الموجودة في الخلايا انتع الرئتين وبالتالي يدخل بسرعة كبيرة إلى داخل تلك الخلايا فينتشر بسرعة حتى الأطفال أو الناس الشباب أيضا ينتشروا بسرعة عندهم لماذا؟ لأن قدرته على الالتساق ارتفعت وبالتالي حتى الأطفال ممكن أن يصابوا بهذا فهذه هي الخصوصيات أنه يصيب الأطفال يصيب الناس لشباب ثم ينتشروا بسرعة قبل نوصل معك بروفيسور ومع ارتفاع عداد الإصابات بالفيروس التاجي تسجل عملية التلقيح بيت الطوان إقبالا ملحوظا خصوصا في صفوف المقبلين على الجرعة المعززة لسيما بعد قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس إعادة برمجتها بعد أربع أشهر من أخذ الحقنة الثانية باعتبارها جرعة مداعمة تساهم في نشر الحماية الروبرتاج لفنة شاكر العلوي وسامير بركة بظهور متحور أوميكرون ببلادنا تبرز أهمية أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح التي تعد وسيلة لتدعيم المناعة وهو الأمر الذي بات يعيه العديد من المواطنين الذين يحرصون على تلقي الجرعة المدعمة من اللقاح لأجل حمايتهم الشخصية وحماية المجتمع ككل أنا جيت ندير الحقنة الثالثة وهي كي قول صعيبة ولكن هي ما صعيبة ولو خفيفة درتها ما حسيت قعبها وكان نصح الناس يديرها لأنه راف مصلحتهم أنا عملت الحقنة ديالي مزيانة الحمد لله ما عملت لي احتشي حاجات الولياء والثانية والثالثة ودعب أختي الكبيرة قلت سدعمنا وجب سدعمنا اليوم وما تجوث مننا غير الخير وما تجوث مننا حتى شي حاجة يوصف هذا واجب علينا يجب أن نعمله بشي حفظه على غسلنا وعلى المجتمع ديالنا وعلى كل شي بعد تلقي الجرعتين الأولى والثانية أنا شخصيا لم أحسيتش بشي أعراض جانبية وأعين مني بأهمية هذا اللقاح الثالث مع انتشار هذا المتحور الجليد وميكرون كان من اللازم أنني نأخذ هذا الجرعة الثالثة حماية تلية والموحية التالية خاصة أننا نتعامل مع طالبة وإلى خيره فلا بدنا نكون حريص على الصحة والأمن العام بمختلف مراكز التلقيح عبر التراب الوطني تتواصل مجهودات الأطر الصحية لإنجاح محطة التلقيح ضد كوفيد-19 والتي تعد أساسا لحماية المكتسبات الإيجابية التي تحققت في مصاري منع تفشي الوباء ببلادنا ولما فر من المشاركة المواطنة لجميع فئات المجتمع للوقوف في وجه خطر الانتشار السريع للجائحة حملت تلقى حدد الفيروس كوفيد-19 ما زالت مستمرة وبدهور هذا المتحاور أوميكرون كان واحد الإقبال الكبير لأخذ الجرعة الثالثة من طرف الناس الكبار والشابب طبعا كانت منهم قاعد المغاربة أنهم يأخذوا جرعة ديالهم لكي يحميوا راسهم ويحميوا المجتمع أيضا خلال هذه الفترة أيضا ترتفع وثيرة الإقبال على الجرعة الثالثة وهو أمر يثبت حرص المواطنين على حماية أنفسهم باعتمادهم على الوقاية التي من شأنها ضمان الأمن الصحي بالمجتمع بالعودة إليك بروفيسور أمام هذه المؤشرات الوبائية الحالية كيف يعني تقليص المدة بين الجرعتين الثالثة إلى أربعة أشهر على أي أساس علمي تمتل عملية تقليص خصوصا وحنا نرى في أوروبا مثلا كين دول قلصت هذه المدة إلى ثلاثة أشهر ففعلا فاكتساب المناعة يكون عن طريق اللقاحات فهذه اللقاحات يعني تعطي مناعة للإنسان المناعة يعني نقيصها بعدد مضادات الأجسام التي تتوفر عند الإنسان فعمر هذه المضادات الأجسام يتراوح ما بين أربعة أشهر إلى تماني أشهر هذا كمعدل فالمعدل كان هو ستة أشهر وبالتالي كانت الجرعة الثالثة اقترحت بعد مدة ستة أشهر إلا أن بوجود متحور أوميكرو الجديد وقدرته على تفادي المناعة تم تقليص هذه المدة حتى نعطي الجرعة التعزيزية للرفع من تلك المضادات الأجسام التي لا زالت فعالة فهو يستطيع الحياد عن بعض مضادات الأجسام وليست كلها وبالتالي الجرعة المعززة سترفع من المضادات الأجسام المتبقية لتكون عندنا واحدة كمية موجودة لمواجهته إذن في نفس سياق بروفيسور فهيم عادة ما نتحدث عن نسبة الحماية في جرعات اللقاح سواء في الأولى أو الثانية وكذلك الجرعة المعززة كيفاش يتم تحديد نسبة الحماية في هذه الجرعات نعم هذا ما يسمى بالنجاعة نجاعة اللقاحات فنسمع مثلا اللقاح أستخزينيكا أو بفايزر عنده 90% في النجاعة من بعد الجرعة الثانية هذا يعني بأن 90% من الناس سيتكون عندهم مضادات الأجسام كابحة للفيروسات ثم مع تطور الفيروس هات تلك القدرة على كبح الفيروس تقل فتصبح إلى 70% إلى 30% كيف توقع فنأخذ المصل أي لسيروم تعدك الناس اللي عندهم اللي خضاء والهدو وكنواجهوه مع الفيروس وكنشوفوا القدرة نتعه على كبح الفيروس باش ما يدخش لوحد الخلايا في تجارب مخبارية وهذا هو الذي يعطينا المؤشر على قدرته على كبح الفيروس إذن قبل أن نوصل معك مجددا بروفيسور نذكر بأن الحكومة كانت قد قررت اتخاذ عدة التدابير من ليلة الواحد وثلاثين من دجمبر الفين وواحد وعشرين إلى فاتح يناير الفين واثنين وعشرين استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس سنة الميلادية ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة كما تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادي عشر ونصف ليلا وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباح وللمرة الأولى تجاوز العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يوميا مع تفرة زيادة بالإصابات بكوفيد تسعة عشر تضغط على الأنظمة الصحية الوطنية وضعية زادة من تأزمها انتشار المتحور الجديد أوميك خون نبيل أزرقان في ظل تزايد الإصابات بكوفيد تسعة عشر تخطى العالم للمرة الأولى العتبة الرمزية لمليون حالة جديدة يوميا في الأسبوع الممتد من ثالث وعشرين إلى تاسع وعشرين ديسمبر وقد أحصيت أكثر من سبعة ملايين وثلاثمائة ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة أي ما يعادل مليون وخمس واربعين ألف إصابة في اليوم وازداد عدد الإصابات في العالم الأخذ في الارتفاع منذ منتصف أكتوبر بنسبة ست واربعين في المئة خلال الأيام السبعة الأخيرة بالمقارنة مع الأسبوع السابق وقد يتسبب انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى بتسنامي من الحالات بحسب منظمة الصحة العالمية التي حذرت من أن هذه الطفرة في الحالات تمارس ضغوطات فائقة على طواقم صحية منهكة وأنظمة صحية على وشكل انهيار وتتركز أكثر من 85% من الإصابات الحالية في منطقتين حيث ينتشر أوميكرون على نطاق واسع هما أوروبا والولايات المتحدة وبسبب زيادة الإصابات بكورونا تضغى الجائحة على احتفالات العام الجديد مرة أخرى هذه السنة بسبب القيود التي فردت في عدد كبير من دول العالم بالعودة إليك بروفيسور عبر العالم متحور دلتا ما زال مسالاش واليوم كذلك متحور أوميكرون وهناك حديث خاصة بأوروبا عن عاصفة أو بالأحرى تسونامي إصاباتك بحيث تسجل العالم أكثر من مليون ونصف إصابة خلال 24 ساعة وش مازال العالم كيتسنها الأسوأ بروفيسور؟ نعم خصوصا في أوروبا لأن هناك موجتين موجة في موجة فهناك موجة الأوميكرو أو تسونامي الأوميكرو كما تفضل رئيس المنظمة العالمية للصحة ثم الدلتا أيضا فالدلتا بخطورته يعني يدخل الناس إلى يعني يصل بالمرض إلى الحالات الخطيرة والأوميكرو في نفس الوقت يرفع من عدد المصابين وبالتالي فدائرة الناس اللي عندهم هشاسة صحية سيصيبهم سيصل إليهم الدلتا فهذا التخوف كثير نحن نحمد الله بالنسبة للمغرب كانت الحالة الوبائية مستقرة يعني أن عدد المتحورات الدلتا في المغرب قد وصل إلى أدنى ثم بدأت مرحلة انطلاق الأوميكرو بينما في أوروبا فالأمر جد خطير لأن بتواجدهم مع بعض قد يؤثر فعلا في الحالات الصحية وفي عدد الوفيات نعم البروفيسور مصطفى فهيم المسؤول عن ملسطة جينومية بالمركز الوطني البحث العلمي شكرا لك على كل يأتي التوضيحات شكرا لك